كان سالم غلاما صغيرا من العبيد تملكه زوجة أبي حذيفة بن عطبة وكانت ترى فيه من الصفات الطيبة ما جعلها تطلقه وتحرره ولكن زوجها خاف على هذا الصغير من الضيع فأخذه إلى الحرم ووقف أمام جمع من قريش وقال لهم اشهدوا أني قد تبنيت سالما وقد أصبح بمنزلة ابني فأصبح الناس ينادونه بسالم لابن أبي حذيفة وما هو إلا قليل حتى سطع من مكة النور الإلهي فقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بدين الهدى ونور الحق فكان أبو حذيفة وابنه سالم من أوائل من أسلموا ولم يمضي غير قليل حتى أبطل الإسلام عادة التبني وأمر الناس برد الأبناء إلى آبائهم حفظا للأنساب فاستجاب المسلمون إلى أمر ربهم وأخذوا يبحثون عن آباء من تبنوهم ويردونهم إليهم لكن أبا حذيفة لم يعثر على والد سالم لأنه كان قد أسر صغيرا وبيع في سوق بائع العبيد وهو في سن لا يعرف فيها أبا أو أما فأطلق عليه الناس اسم سالم مولى أبي حذيفة لم تكن العلاقة بين أبي حذيفة وسالم علاقة العبد بسيده وإنما كانت علاقة أخ بأخيه بعد أن وحد الإسلام بين قلبيهما وقد أراد أبو حذيفة أن يزيد صلته بسالم ثباتا وقوة فزوجه من ابنة أخيه ذات الحسب والنسب فأصبح أخا له في الإسلام وواحدا من أقاربه وقد ظلت السعادة ترفرف في سماء حياتهما حتى فرقت بينهما الأحداث التي عانى منها المسلمون الأولون أقسى معانا فقد ذهب أبو حذيفة إلى الحبشة مهاجرا إلى الله بدينه هاربا من تعذيب وإيذاء قريش أما سالم فقد فضل أن يبقى في مكة مع رسول الله وأن يتفرغ لكتاب الله ويأخذه كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو آياته في خشوع وفهم حتى أصبح واحدا من كبار حملة القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح رابع أربعة أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنهم القرآن فقال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وقد عرف الصحابة الكرام لسالم فضله عليهم في حفظه لكتاب الله وفهمه لمعانيه فلما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة دعوا سالما ليأمهم في الصلاة مع أنه كان فيهم عمر بن الخطاب وطائفة كبيرة من سادة الصحابة وظل سالم يصلي بالمسلمين حتى قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وشاء الله أن يجمع بين سالم وأخيه في الله أبي حذيفة بعد الهجرة وأن يسير إلى بدر جنبا إلى جنب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يجاهدان معا في سبيل الله تحت راية الرسول الكريم في كل غزوة حتى توفي رسول الله وعندما بايع المسلمون أبا بكر خليفة لهم واجهته مؤامرات المرتدين وجيوش مسيلمة الكذاب وجاء يوم اليمامة وكانت حربا رهيبة لم يشهد الإسلام مثينا لها في ذلك الوقت وخرج المسلمون للقتال وخرج سالم وأخوه في الله أبو حذيفة الذين تعاهد على الشهادة في سبيل الله ونصرة دين الحق وألقى كل واحد منهما بنفسه في المعركة الرهيبة كان أبو حذيفة ينادي يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم وسيفه يضرب كالعاصفة في جيش مسيلمة الكذاب حتى استشهد في سبيل الله وكان سالم يهتف بئس حامل القرآن أنا لو هجم المسلمون من ناحيتي وكان سيفه يضرب في أعناق المرتدين وبينما سالم يقاتل بكل بسالة وشجاعة ضرب سيف من سيوف جيش المرتدين يده اليمنى التي تحمل الراية فقطعها فأمسك الراية بيده اليسرى حتى قطعت هي الأخرى حتى كثرت عليه الجراح وأضعفته فسقط على الأرض ولما انتهت المعركة بانتصار المسلمين ومقتل مسيلمة الكذاب وقف خالد بن الوليد على سالم وكان ما يزال به بقية حياة فقال له سالم ماذا صنع المسلمون يا خالد فقال خالد كتب الله لهم النصر وقتل لهم مسيلمة الكذاب وهزم جنده وأتباعه فقال سالم وما فعل أخي أبو حذيفة فقال خالد صعدت روحه إلى خالقها فقد مات شهيدا فقال سالم أرقدوني بجانبه فقال خالد ها هو نائم عند قدميك فأغمض عينيه وهو يقول معا هنا يا أبا حذيفة ومعا هناك إن شاء الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما رجل ثري لا يتصدق على أحد ولا يساعد محتاجه وعندما سأله صديقه عن سبب بخله واهتمامه بالدنيا دون الآخرة أخبره بأنه سيوصي أبناءه بعد موته ببناء مسجد وكفالة أيتام وزكاة وصدقة فقال له صديقه وما أدراك أن أبناءك سينفذون وصيتك سوف أقص عليك هذه القصة ولك اتخاذ القرار بعدها في مكة وقبل مئتي عام عاش رجل ثري وكان له خادم مملوك يخدمه في كافة أموره فكان إذا أذن للصلاة أيقظ الخادم سيده وقدم له إبريقا به ماء للوضوء وأشعل الفانوس ومشى أمامه نحو المسجد فلما رأى الثري تفاني خادمه قال له ذات يوم لقد كتبت في وصيتي أن تكون حرا بعد وفاتي وذلك مكافأة لك على إخلاصك في خدمتي طوال هذه السنوات سكت الخادم ولم يعلق على كلام سيده وفي فجر اليوم التالي قدم الخادم لسيده الماء وأشعل الفانوس ثم مشى به ولكن هذه المرة سار خلف سيده على عكس عادته فسأله عن سبب فعلته فأجابه خادمه أنت يا سيد الذي جعلت نورك وراءك عندما وعدتني بالحرية بعد مماتك ولم تقم بذلك في حياتك فلماذا تجعلني أتمنى موتك حتى أحصل على حريتي بدلا من أن أتمنى لك طول العمر والبركة في حياتك في طاعة الله عز وجل ألا تعلم أنني سوف أخدمك طيلة حياتي حتى لو نلت حرية على يديك فهم الرجل الدرس من خادمه وأجابه بابتسامة أنت حر من هذه اللحظة فرد عليه خادمه قائلا وأنا خادمك البار من هذه اللحظة فيا صديقي من الأفضل أن يقوم الإنسان بأعمال الخير في حياته مدلا من التوصية بها بعد وفاته حتى يجعل الإنسان نوره أمامه وليس خلفه ليحظى بنور الله في جنته وقد قال تعالى في قرآنه الكريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفجز العظيم بكى الثري واستغفر الله وتاب إليه وبدأ يتصدق ويتكفل بأيتام وأرامل ويقوم بكل أعمال الخير كما أمر ببناء مسجد عظيم في حياته ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون طبيبة شابة جميلة وناجحة في تخصصها ومن أسرة طيبة ميسورة الحال ورغم مسؤولياتها وانشغالها في عملها ظلت لمدة عام تذهب إلى المسجد لتحفظ القرآن عن طريق الحاجة أم عمر وبعد أن حفظته كاملا كانت تذهب إليها بين الحين والآخر لتراجع القرآن معها ثم انقطع اللقاء بينهما لفترة واكتفت الطبيبة بالاتصال الهاتفي لتطمئن على الحاجة أم عمر وبعد عام من آخر لقاء تم بينهما فوجئت الحاجة أم عمر بالطبيبة تتصل بها وهي تبكي وتريد مقابلتها في حجرتها بالمسجد فرحبت أم عمر بلقائها فذهبت الطبيبة وبعد أن سلمت على أم عمر انهارت وبكت وقالت لها منذ أسبوع وأنا في بكاء وحزن وعذاب وتأني بضمير حيث كان طفل مريض بالمستشفى الذي أعمل فيه درجة حرارته مرتفعة جدا فطلبت من الممرضة أن تأتي لي بحقن مسكنة ولكن الممرضة أتت بنوع آخر ودون أن أراجع وراءها أعطيت الطفل الإبرة وللأسف هو حتى الآن في غيبوبة ولا يستطيع الحركة وأنا دائما بجانبه وأتابعه بالساعات ولا يعرف بقصة الإبرة الخطأ أحد ومن يومها وأنا صائمة وأقوم الليل وأتصدق وأدعو الله أن يشفي الطفل وأن يسامحني فأنا أشعر بأنني المسؤولة إذا مات الطفل لا قدر الله فماذا أفعل حتى يرتاح ضميري هدأت أم عمر من روعها وذكرتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وطلبت منها كثرة قراءة القرآن والصيام والقيام والدعاء والتصدق وطمأنتها بأن الله سيكشف عنها هذه الغمة عملت الطبيبة بوصية الحاجة الفاضلة أم عمر وبعد يومين ذهبت إلى المستشفى لتطمئن على الطفل فوجدته في صحة جيدة ويبتسم مع والديه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ففرحت الطبيبة فرحا لا حدود له وبدون أن تدري أسرعت واحتضنت الطفل وقامت بحمله وتقبيله وهي تلف به داخل الغرفة وبعد أن هدأت وجدت والدة الطفل تقدم لها باقة ورد وتقول لها لا أستطيع تقدير معروفك ولن أنسى لحظة اهتمامك بولدي وسهرك معه حتى الصباح في غيابي جعل الله كل هذا في ميزان حسناتك وأكثر الله من أمثالك ثم قال والد الطفل للأسف فقد أخبرنا أكثر من طبيب هنا أن ولدي لن يفيق من غيببته وأن الموت مصيره ومنذ ساعة أفاق ولدي واعتبر الأطباء أن عودته للحياة معجزة كبيرة وأخبرون أن دعاءك له وعطفك على حالته وصلاتك من أجله ربما كانت الأسباب التي ردت إليه الحياة بفضل الله سبحانه ابتسمت الطبيبة وقالت صدقت يا رسول الله يا من قلت لا يرد القدر إلا بالدعاء ومنذ ذلك اليوم أصبحت أم الطفل والطبيبة صديقتين حتى أنها تزوجت من خال الطفل المهندس الشاب التقي الذي كان يبحث عن زوجة بمواصفات هذه الطبيبة منذ سنوات حتى وجدها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين شاب من أسرة فقيرة عرف عنه الصلاح والتقوى يعمل مهندسا في وظيفة حكومية وقد تكفل بأمه وأخته بعد وفاة والده فوجئ بأخته التي تبلغ من العمر عشر سنوات تدخل البيت سعيدة وتخرج مبلغا كبيرا من مصحفها وتخبر أخاها بأن المعلمة المسؤولة عن تحفيظها القرآن بدار التحفيظ أعطتها المبلغ لأنها حافظت نصف القرآن أخذ شقيقها المبلغ وقال لأخته هذا مبلغ كبير وربما شعرت المعلمة بفقرنا وأرادت مجاملتنا ومساعدتنا بهذه الصدقة وسأذهب معك في الغد لمعرفة الحقيقة ذهب الشاب إلى دار التحفيظ وعلم من الإدارة أن هذه المعلمة حديثة التخرج من الجامعة وأنها آية في التقوى وتعمل متطوعة لأنها من أسرة غنية جداً وعندما التقى بها وجدها أيضاً آية في الجمال وأقنعته أن أخته تستحق ما أخذت لذكائها وفهمها عاد الشاب إلى بيته وقد تعلق قلبه بالمعلمة الشابة وتمنى من الله لو تكون زوجة له فلطالما حلم بزوجة تقية مثلها وحتى لا يضيع الوقت أرسل الشاب أمه إلى المعلمة لتفاتحها في الموضوع وفوجئت الأم بالمعلمة تقول لها سأحدد لك موعداً مع أبي ذهب الشاب وأسرته لمنزل المعلمة ورغم رفض الأسرة الشاب لفقره إلا أن المعلمة أصرت على قبوله زوجاً لها وأخبرت أسرتها بأنها ستصبر مع هذا الشاب التقي وذكرت الجميع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من يصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله وما رزق العبد رزقاً أوسع له من الصبر تم الزواج وتحملت الزوجة في سعادة صعوبة المعيشة وفي أحد الأيام ذهب الزوجان لأسرة زوجته ففوجئ الزوج بوالد زوجته يقول له اتق الله واشتري لزوجتك بعض الفول والجبن ولا تكثر عليها من اللحوم والفاكهة فقد ملت من ذلك تعجب الزوج من هذا الكلام ثم عرف من زوجته أنها كلما زارت أهلها وقدموا لها اللحوم والفاكهة أخبرتهم أن زوجها لا يحرمها من شيء وقد ملت هذا الطعام وتشتهي الجبن أو العتس والفول والحقيقة أنها لا تأكل في بيت زوجها غير ذلك بينما تأكل اللحوم ربما مرة في الشهر وعرف الزوج أن زوجته أرادت أن ترفعه عند أهلها فزاد حبه لها ودعا الله أن يوافقه ليسعدها وبعد مدة قصيرة رزق الزوجان بطفل جميل وقدم الزوج مشروعا من تصميمه كتب الله له النجاح وبتوفيق الله تحولت حياة الزوج من الفقر إلى الغنى وفي قمة سعادة الأسرة فوجئت الزوجة بإحدى صديقاتها تخبرها أن زوجها يتحدث بالساعات إلى فتاة اسمها خديجة حتى والدتها أخبرتها بذلك كلما زارهم فحزنت الزوجة كثيرا وفي أحد الأيام وأثناء جلوس الزوج بجانبها استأذنته وأخذت هاتفه تتصفحه ووجدت بالفعل اسم خديجة فجرت دم في عروقها وسألته بعصبية من خديجة هذه ابتسم الزوج ولم يرد عليها وعندما زادت ثورتها قال لها اسأليها طلبت الزوجة الرقم فسمعت نغمة هاتفها يرن فنظرت فيه فإذا المتصل هو زوجها فنظرت إليه في دهشة وأعربت عن عدم فهمها وقالت له اسمي ليس خديجة فرد عليها وهو يمسح بيديه دمعات ترقرقت على خديها قائلا وصفاتك وحنانك واستيعابك وحبك لي وخوفك علي هذه صفات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أنت عائلتي وستري وغطائي ورفيقتي إلى الفردوس الأعلى إن شاء الله لقد أردتك خديجة قبل أن أراك فأجابت وما زالت تبكي وسأكون كذلك إن شاء الله ما دمت برفقتي قد أفلح المؤمنون لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون